منهل النشاط العلمي للسنة الثالثة ابتدائي إذن اليوم لدينا الوحدة الرابعة إذن هي الوحدة التي نستهل بها الأسدس الثاني الموضوع الأول حول الحرارة الحصة الأولى التبادل الحراري إذن الصفحة بطبيعة الحال إثناني وخمسون إذن ننتقل إلى الصفحة إثناني وخمسون من كتاب المنهل حول التبادل الحراري إذن هدف هذه الحصة الهدف التعليمي أن يصنف المتعلم ما يحدث عندما يلامس جسم ساخن جسما آخر بارد إذن نبدأ بالملاحظة ألاحظوا إذن الصورة في الصورة لدينا ردعة بها حليب ساخن في ماء بارد بطبيعة الحال هذا الردعة الحليب دي لها سخون إذن واحد الوقت بطبيعة الحال إذن الردعة والحليب سيفقدان الحرارة بسبب ماذا؟ بسبب الماء البارد إذن هنا شنو غادي يوقع بطبيعة الحال؟ غادي يوقع واحد تبادل تبادل ما يسمى بالتبادل الحراري إذن التساؤل اللي قد نطرح اليوم هو ماذا يحدث عند ملامسة جسم ساخن لجسم بارد إذن هنا هالتساؤل يجب أن يطرح بطبيعة الحال داخل القيس مع التلاميذ ثم بزوبعة دهنية وعصف دهني يجيب المتعلمون حسب تصوراتهم وتمثلاتهم إذن الافتراد اللي نقدر نفترده إذن بطبيعة الحال الافتراد هو افتراد يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون خاطئا لأننا نفترد ونتحقق إذن في متقدم هذا الدرس سنتحققه من افترادنا إذن نفترض أنه سيقع تبادل حراري حتى حدود توازن إذن هذا هو الافتراد اللي غد نفترضه سنتحقق من افترادنا إذن ننتقل إلى تحقق أنجز المناولة التالية إذن أفرغ كمية من الماء البارد في إناء به ماء ساخن وأنتظر قليلا إذن سنأخذ واحد الكاس فيه ماء بارد واحد الكاس فيه ماء ساخن ثم نصب كمية من البارد في الساخن إذن ما هي التغييرات التي طرأت على الماء البارد والماء الساخن؟ إذن بطبيعة الحال التغييرات التي ستطرأ هو أن الماء الساخن يبرد والماء البارد إذن الماء الساخن يبرد إذن الماء الساخن يبرد بعد وضع الماء البارد فيه هذا هو الذي ترى طبيعة الحال إذن أملأ الفراغات بما يناسب من الكلمة البارد الساخن يفقد والماء البارد يحل يكتسب تبادل الحرارة إذن الماء البارد يعني هنا مالبارد يكتسب خرارة يعني آية الماء البارد كلمة المنسبة هنا كلمة أكرته الماء البارد حرارة بينما الض aresrsاخن يفقد على الصيب نحن كنت تكلم عن الحرارة هي اللي كتنتقل إذن العملية الانتقال كين في الحرارة ماشي في البرودة إذن هنا لكشالش الموضوع علينا هو الحرارة إذن انتقلتي الحرارة من الماء الساخن إلى الماء البارد فماذا حدث؟ فحدث إذن تبادل حراري يعني أن الماء البارد أخذ الحرارة والماء الساخن من طبيعة الحال فقد تلك الحرارة استخلاص إذن استخلص أثناء تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد أثناء التبادل الحراري تبادل الحراري تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد حيث الجسم الساخن ماذا يقع له؟ يفقد الجسم الساخن حرارة بينما يكتسب الجسم البارد حرارة إذن ننتقل إلى الصمر يغطس الحداد قطعة حديدية متوهجة في ماء بارد يتركها في الماء لفترة إملأ الفراغات لأفسر ما يحدث إذن بطبيعة الحال واحد القطعة الحديدية هي ساخنة متوهجة رأى ساخنة يعني فيها حرارة إذن منك يغطسها الحداد في الماء ماذا يحدث؟ يكتسب الماء الماء هو المكتسب دير الحرارة التي انتقلت إليه من القطعة الحديدية طبيعة القطعة الحديدية المتوهجة إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس حول الحصة الأولى من موضوع الحرارة التبادل الحراري ترجمة نانسي قنقر